من الدولة سؤلنا عن مصادر هذه الأموال أنا قبل لا بس أحب أوضح نقطة مهمة أن الموضوع ليس متعلق في قسيل الأموال نهائيا تضخم أموال تضخم حسابات قسيل الأموال فكرة قسيل الأموال أو حسب ما نص عليه قسيل الأموال أن تكون أموال ناتجة عن أفعال مجرمة كتجارة المخدرات تجارة الأسلحة تكون كاش تدخل في الموضوع بس مشاري ما حد قال قسيل الأموال قال شبهة قسيل الأموال يمكن أن تحطيته المانشتة اللي أبدع فيه خون حسين العبدالله المصطلح المتداول الآن مشاري أن شبهة قسيل الأموال أنه شاكين ولا شبهة قسيل الأموال لا توجد شبهة قسيل الأموال هو القضية تضخم حسابات قسيل الأموال لا تكون في مبالغ كاش تخلط لحساب ومن ثم تمت مداولة هذه المبالغ يعني حسابك تضخم لهذا استدعيت حسب ما هم يشوفون تضخم ولكن يوم رحت اكتشفت أنه طبعا هو انتشار عشان أوضح لكم لا أني مليونير ولا عندي ملايين ولا عندي حتى مليون واحد يعني أنت إسقاط كاتت يعني المليونير يرتز مع الحدث هم اللي البنك تكلم عنه أنه خلال فترة من واحد واحد 2017 إلى 2018 هناك حركة تداولات ما بين مبالغ داخله في حسابي ومبالغ خارجه من حسابي تعادل قيمتها مليونين دينار هم قالوا صح مليونين هل صحيح؟ بس لا يوجد مليونين موجودي يتحركون فقط والله لو عندي مليونين شمية المقابلة صدقني صدقني فأول فكرة مثلا طالب حول لي 50 ألف أنا حولت الـ 50 ألف حق حسين صحيح يحسبون العملية هذه كلها 100 ألف دينار المشكلة التي صارت يعني نحن بالنهاية كمشاهر سوشال ميديا كإنفلونسر ما عندنا مشكلة نروح بالنهاية لا تبوق لا تخاف بدي استدعيني أمن الدولة النيابة وحدة التحريات ما عندي مشكلة تقول لي عندك عندي كل شيء تفنيدة سهل وبسيط ولكن يبقى السؤال المهم أنت كبنك وأنا اليوم ما ألوم أي جهة في الدولة لا وحدة التحريات ولا أمن الدولة أنا بالنهاية هم تحركوا وفق بلاق وصلهم من إحدى المنوك أليس الأجدر أنك ترفع السماعة على مشارب ويابس أو قل مشارب ويابس تسئلة شنو الشيك اللي داشت حسابك أو التحويل هذا يايك من هالمكان ولا هالمكان كبنك يعني طبعا طبعا ترجمة نانسي قنقر